بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصتي اليوم إن شاء الله تمرين في مادة أرياضيات من دفتر الأنشطة صفحة 39 إذن لدينا التمرين الأول مثل العملية على المخطط وحسوب النتيجة لدينا 48 ناقص 20 إذن لدينا هنا المخطط أولا 48 ناقص 20 هنا لدينا 48 وهنا لدينا 20 نبدأ أولا هنا لدينا لدينا ماذا؟ العدد 20 وهنا لدينا 28 هذا العدد أضيف له كم حتى أتحصل على 28 نبدأ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 إذن ولدينا من 28 حتى أصل إلى 48 أضيف هنا كم؟ لدينا هنا من 28 إلى 48 أضيف هنا 20 بعد ذلك ماذا سأفعل؟ هنا لدينا طريقة الطرح باستعمال الشمع لدينا 48 ناقص 20 يساوي 8 زائد 20 ثمانية زائد 20 كم؟ ثمانية وعشرون إذن لدينا 48 ناقص 20 يساوي ثمانية وعشرون إذن لدينا أتمرين الثاني إذن لدينا عمر نسرين 9 سنوات وعمر أخيها هشام يزيد عن عمرها بثلاث سنوات أما أختهما الكبرى فيزيد عمرها عن عمر هشام بخمس سنوات لدينا أحلام لدينا نسرين لدينا هشام عمر نسرين كم؟ قال 9 سنوات أحسنتم وعمر أخيها هشام يزيد عن عمرها بثلاث سنوات ما هو عمر هشام هنا؟ أكتب 9 زائد 3 كم؟ إثنى عشر جيد نواصل أما أختهما الكبرى أحلام فيزيد عمرها عن عمر هشام بخمس سنوات ما هو عمر كل من هشام أحلام؟ إذن هنا أضع 12 زائد 5 نتحصل على 17 نواصل عمر هشام هو؟ هو ماذا وجدنا؟ هو 12 لدينا 12 سنة وعمر أحلام وجدناه كم؟ 17 جيد نواصل الآن لدينا يزيد عمر أحلام عن عمر أختها نسرين لدينا أحلام ولدينا نسرين بسنوات يعني هنا عمر نسرين كم؟ 9 عمر أحلام وجدناه 17 يزيد بماذا؟ هنا ماذا سنفعل؟ يعني 9 أضيف لها كم حتى أتحصل على 17 9 أضيف لها كم حتى أتحصل على 17 لدي طريقتين لما أن أجمع 3 زائد 5 5 8 أحسنتم أو نبدأ بالحساب 9 10 11 12 سنجد 8 إذن في هذه الحالة سنجمع 3 زائد 5 لكي أجد الفرق هنا 9 لكي أصل إلى 17 هنا لدينا 3 زائد 5 إذن هذا فيما يخص التمرين الثاني لدينا الجزء الأخير في مسابقة علمية بين قسمين كانت النتيجة متعادلة حيث حصل كل قسم على 107 نقاط وبعد إعلان نتائج الثقافة العامة أصبح للقسم 1116 نقطة وللقسم ب 113 نقطة أولا نفهم وجف الوضعية لدينا في مسابقة علمية بين قسمين القسم هنا لدينا القسم ألف والقسم ب لدينا من؟ لدينا ألف قسم ألف وقسم ب هنا قال لنا كانت النتيجة متعادلة تحصل القسم ألف على نقطة ماذا؟ لدينا 107 ب تحصل أيضا على 107 إذن نكمل ثم وبعد إعلان النتائج مدام هناك ينتعادل بعد إعلان النتائج وبعد إعلان نتائج الثقافة العامة هنا أصبح للقسم ألف مئة وستة عشر أصبح للقسم ألف مئة وستة عشر هنا خدم مسابقة أولا بين المواد العلمية هنا كان النتائج مئة وسبعة مئة وسبعة ثم كملوا مع الثقافة العامة أسئلة حول هذا تحصل قسم ألف على مئة وستة قسم ب مئة وثلاثة عشر مئة وثلاثة عشر جيد الآن قمنا بتمثيل الوضعية هكذا شرحنا ما هو المطلوب مني؟ أنجز مخططا للبحث عن النقطة التي حصل عليها كل فريق في الثقافة العامة أنجز مخططا للبحث عن النقطة التي حصل عليها كل فريق في الثقافة العامة إذن هنا قسم ألف ما هي النقطة التي تحصل عليها في الثقافة العامة؟ قسم ب ما هي النقطة التي تحصل عليها في الثقافة العامة؟ ماذا سنفعل؟ نقوم بوضع مخطط إذن النتيجة هنا كانت متعادلة تحصل القسم ألف على مئة وسبعة قسم ب مئة وسبعة إذن نبدأ هكذا ثم ماذا سنفعل؟ لدينا أقوم بوضع الأعداد في المخطط أقوم بوضع الأعداد في المخطط مغطط جيد لدينا值 أحترد مئة وستة عشر evaluations هو تسجيل جيد ثم يكون 물�ames أ cours مئة وثلاثة عشر ثم بعد مئة وثلاثة عشر ماذا يأتي؟ يأتي مئة وستة عشر الآن نحن نبحث عن النقطة التي تحصل عليها في الثقافة العامة لدينا مئة وثلاثة عشر قسم با مئة وستة عشر قسم آلف الآن هذه كانت النتيجة في البداية إذن من مئة وسبعة إلى مئة وثلاثة عشر كم أضيف؟ مئة وسبعة مئة وثمانية تسعة عشر إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر إذن في هذه الحالة أضيف كم؟ نضيف كم في هذه الحالة؟ ستة جيد هذا فيما خص قسم با كانت النقطة التي تحصل عليها وهي ست نقاط أحسنتم بالنسبة لقسم آلف قسم آلف ما نبدوش منها؟ لا نشوفوا النقطة التي كانت عندهم في البداية لاحظوا كانت عندهم مئة وسبعة ثم تحصل على مئة وستة عشر يعني هنا من مئة وسبعة سبعة أضافوا كم النقطة أو تحصلوا على كم النقطة حتى تحصلنا على مئة وستة عشر نبدأ بالحساب هنا سنجد ماذا؟ إذن سنجد تسعة جيد إذن أقول هنا النقطة التي تحصل عليها قسم آلف وهي ست نقاط فيما يخص الثقافة العامة أو تسع نقاط عفوا قسم با ست نقاط في الثقافة العامة إذن هذا فيما يخص حصة اليوم فيما يخص الوضعية نحاول المثل هذا الجزء ألف تحصل لنا مئة وسبعة با أيضا مئة وسبعة ثم لدينا الثقافة العامة أسئلة حول الثقافة العامة تحصل على مجموعة من النقاط هنا لا أعلم ما هي أصبح قسم ألف عدد نقاط كم مئة وستة عشر قسم با مئة وثلاثة عشر مطلوب مني هنا مطلوب مني كم من نقطة تحصل عليها تلميذ قسم با لكي أو حتى أصبحت النتيجة مئة وثلاثة عشر يعني كم أضيف من مئة وسبعة حتى أصل إلى مئة وثلاثة عشر با ألف أيضا من مئة وسبعة كيفاش حتى حصلنا على مئة وستة عشر ما هي النقطة التي تحصل عليها في مادة الثقافة العامة وجدنا قسم ألف في مادة الثقافة العامة تحصل على تسعة فيما يخص قسم با هنا لدينا ستة إذن هذه كانت حصة اليوم دمتم سالمين وفرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته